بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قال باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد نعم هذا في غزوتي أخذ لما أصاب المسلمين ما أصابهم من ما يكرهون فإنهم فإنهم تبين نفاق المنافقين وقالوا لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلناها هنا يعرضون يعرضون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج بهم للقاء العدو وبسبب تفريط من المسلمين سلط الله عليهم العدو وذلك بسبب منهم من المسلمين أنفسهم وعدل من الله سبحانه وتأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين فهو عاقبته خير عاقبته خير للمسلمين نعم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور نعم وقوله تعالى الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى والمسلم يحسن الظن بربه ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه رفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلم إذا أصابه ما يكره أن يحتسب الأجر من الله ويرضى بما قسم الله له ويعرف السبب الذي من عجله أصابه ما يكره فيتجنبه فهذا من حكمة الله فيما يجريه على عباده المؤمنين من النكبات وأما أهل النفاق فإنهم بخلاف ذلك يسيئون الظن بالله عز وجل ويلقون باللوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الكفر بالله نسأل الله العافية وعدم الاحتساب فالمؤمن يحتسب ما يصيبه من المكروه يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى أن فيه حكمة إلهية أرادها الله سبحانه وتعالى بهذا الذي يصيب وما أصابه من شيء إلا بسبب بسبب من قبله بسبب ذنوبه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله نعم قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قول المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسى يغشى طائفة منكم يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون لأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأمولة ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال تعالى فظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفضيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة نعم فيختلف الموقف عند المصائب والشدائد فالمؤمنون تزيدهم المصائب والشدائد إيمانا بالله وثقة بالله ومحاسبة لأنفسهم ويعلمون أن ما أصابهم مما يكرهون أن ما هو بسبب ذنوبهم وبسبب من قبلهم هم فيرضون بما قدر الله ويستدركون أمورهم وينظمون شؤونهم للمستقبل ففي هذه الوقعة التي جرى فيها ما جرى من النكبة على المسلمين يقول أنهم أصابهم النعاس في هذه الموقعة أصابهم النعاس يقول فجعل سيفي يسقطوا وأرفعه ويسقط يعني النعاس أمنة أن النعاس أمنة آمن واثق بوعد الله سبحانه وتعالى وأنه سيفرج هذه الشدة الفرج القريب العاجل وهذه الشدة إنما يبتلاء وامتحان من الله جل وعلا وهذا يقول جعل سيفي يسقط ويأخذه يعني أخذه النعاس أمنة من الله سبحانه وتعالى فكأنه في قعر داره يأخذ السيف ويسقط منه بالنعاس وبالنوم آمن وأما أولئك فطار عنهم النوم والنعاس أهل النفاق وظنوا أنها الفيصلة وأنها النهاية فرق بين من يسقط السيف منه ويأخذه بسبب النعاس لأنه آمن واثق بالله سبحانه وتعالى وبين من طار قلبه من الرعب والخوف ويقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا فيعرضون بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله العمر والنهي فهم يعرضون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا بسبب من الرسول ولا يعتقدون أنه من الله جل وعلا نعم وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفضيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة عن ابن جريج قال قيل لعبد الله ابن أبي قتل بن الخزرج اليوم قال وهل لنا من الأمر من شيء نعم هذا رأس النفاق بن أبي هو رأس المنافقين قال له الأشرار قتل الأوسو والخزرج في هذا اليوم فكان جوابه هذا القون الشنيع ليس لنا من الأمر شيء لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا رد الله عليه بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في نفوسكم وليمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور فالمؤمنون ما زادهم هذا الموقف إلا إيمانا بالله وثقة بالله وأن ما أصابهم إنما هو بسبب من قبل أنفسهم سببه من قبل أنفسهم قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين ناثقوا نعم قال المصنف رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح نعم هذا هو ظن السوء والعياذ بالله يفسرون الأحداث بأنها بسبب من قبلهم هم ولا ينسبونها إلى الله وأن الله أجراها حكمة منه ورحمة بعباده ليمحصهم ويطهرهم وليذكرهم بالطريق الصحيح فيرجعون إليه ويسيرون عليه ويعتبعون ما جرى موعظة من الله سبحانه وتعالى نعم وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضم حل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد فالزعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار نعم هذا هو الصواب والحق فيما يجريه الله من الأحداث التي قد يكون فيها شدة على المسلمين ويكون فيها تخليص وتمحيص لهم وفيها تنبيه لهم في أخذ الحيطة والحذر والرجوع إلى الله جل وعلا فهذه حكم عظيمة وفيه من قال في هذا اليوم لن نغلب الآن من قلة فأعجبوا بقوتهم أعجبوا بقوتهم وأنهم لن يغلبوا فالله جل وعلا أخلف ظنونهم ليمحص عباده ويخلصهم ولينبههم لمستقبلهم فيأخذوا بالاحتياط فيأخذوا بالحيطة ويستدركوا الخطأ الذي حصل بطلب الصواب في الأمر فكم لله من حكمة فيما يجريه على عباده وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته نعم هذا ظن السوء وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا سألو الله العافية فأما المؤمن فإن أصابه خير فإنه يحمد الله ويذكره وإن أصابه غير ذلك فإنه يعلم أنه ما أصابه إلا بسبب من قبله فيتوب إلى الله عز وجل ويستخر فهو في خير في كلا الحالتين نعم وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك لا إخالك ناجيا هذا من كلام ابن القيم رحمه الله في مثل هذه الأمور التي يجريها الله على المسلمين إما بسبب من قبلهم وإما بأنها تأديب من الله لهم وتمحيص لهم وتخليص لهم فما يجريه الله على المسلم خير خير له عاجلاً وعاجلاً نعم وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين